أهلا اليوم بس هلو يستردشات عساس انزيد الاستطالة او نزيد الفلكسيبوليتي حق العضلة الاخلفية ما دنتنبخل، إني هادي هي فمأغلب الكلاسات منEl National Yoga مو بس ضروري إن الكلاسات من اليوغا أغلب الناس ما يكون عندهم استطالة حلوى هك هاك هذه العضلة فلما تشوفونهم يسوون فوروورد فولز ما يقدر لما أكون هك اي أحد الطولة صار بعريلك لما تكون واقف لا وين ما أطولهم زين لأصول يركب وين هذا كل من العضلة ماتن هامسترينز والهم يسمونها عضلة الهامسترينز اللي هي العضلة الخلفية مادة الفغل وعضلة الظهر بس لما نسمى استضالة حق هذه العضلة راح ترتاحون نفسيا راح ترتاحون الجسم راح يتفتش يصير صج فيه استضالة وتوسعها فعشان نزيد الفلكسيبليتي مادة هذه العضلة سنسوي شوية سترتشات واتمنى اتمنى انكم انتمارسونها مو ضروري كل يوم ثلاث ايام بالسبوع فاللي نبيه بلوكس يوغا بلوكس اذا ما عندنا بلوكات هذين موالة بلوكات اذا ما عندنا بلوكات فنستخدم كتب فنستخدم كتب كتابين ثلاثة الم ما يرتفع لهذا الرفع يصير و نبيه رزيستنت باند اذا ما عندنا رزيستنت باند فنستخدم حزام فنستخدم شال بنات تستخدمون اي شال من شالاتكم هذا ما عندكم رسستانت فايشي تقدرون تسيودون فين فأكثر هذي الستراتشات بنزويها وإحنا يا واقفين يا قاعدين على المات أول شيء مبلش ستاندين على المات نبري اليمين لديتوا الدم فلاكسين بفوت اللي هي تسوينها مستقيمة ما تخلو لكم متاحة فيفلاكس بفوت هنا بعدين يتبون إيدكم اليمين ما تكون مرتفعة وايد ولا تكون نازلة وايد فنبي شنسوي ويشوت بلاك يعني فهني كلها حك هذي العضلة أول شي نسوي لها اللي هو نسوي لها يعني نبني الضوء والعضل اللي فيها على أساس نقدر المقضة يا فبريفم دوين ديس فأحسن طريقة انكم تخلو ليدكم لجندان مضروري انكم تحوشون بيسبب أترك هذا 10 عاماً على كل أساته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونزل سايد تذكر أداف الريل ما توصل لفوق تحاولوا لما تشوفوهم في تطور وتقدم بالحركة وبجسمكم نفسها راح توصلوا و ستقولي مثل ما أنا وصلت نعم؟ لنفعل هذا لفوق واحد لينا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بيرفور الحين من هنا تيبون الريل الريمي لجدام تيبون الريل الريمي لجدام مساحة موايد كبيرة بين الريلتين بس هموا الاثنين موجهين لجدام لاحظة من خسركم لا يروح صوب اليسار فالجسم اللي في فوق اللي هو الأبر بادي لفوق و خلي صغير جدام بس هموا الريل الريل الريمي لجدام و خليكم وخلي و خليكم محمل و دا نصعد دا نصعد و دا نصعد خلس نوين الريل الريمين خمس مرات و الريل بسائر خمس مرات نحن نحن نشعر لا تتعلم ثلاث ثلاث وفر لا تتعلم ده اطلق ثانيا ردو قصر وشيصر سنتر بالنص انهيلي راح تفسون كلها بالهارمسترنج الميسار لأنه هي الغين المجدام فتبستطالة زيادة 2 3 4 5 حين الريلتين وننصر لتحت شوفوا الى وين تقدرون تنزلون راح يحدب الظهر أو خلاص الريلة تبي تنثني شوية بس أبيكم تنزول ريلكم لأورا بس ميشور انهيلي بلات يبسون صوب منطقة الركب أهم شيء انه العطلة تكون ستريتش من وراء فاذا انتوهني دارين حال 90 دجري انجل تسهيل درجة ف you're good you're flexible فس if not so this video is for you انزل so inhaling up exhaling down one two three four five five six seven eight nine and ten five 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 seven eight nine five seven eight nine ten stay here and then eight four five six seven eight nine ten stay here and the eight toصل الى تحت خيروا بركب اذلاء يباوا البلوكات وريحوا اليد هني بس خلكم push your hands down كعب الريل دسو لتحت حسو ان الثقل قاعد نروح على كعب الريل اساس هالي منطقة يصير فيها stretch breathe اذا حسيتوا ان الريل تفجتت وفي مساحة وفي مكان جسمكم شيرو برك واحد انتقر brochب انتقر لودي بك واحد الوزنة نحيل كبيرا بسلوهي راح تشعر طبعا انه هني صار شيء يعور شيء يحرك مالي حسنا؟ لنفعل هذا مرة أخرى بس انه شيء غير هني البلوك جدابنا او الكتوب نحط كعب الريل تحت نحط الريل منتصف القدم نحط الريل منتصف القدم ونفعل هذا الأصابع هم مجاب لهم تحت بعدين نحيلي ونفعل هذا الريل وسأتبع هنا بره ثانية احنا نحن عادة لا تحكمون على نفسكم ولا تحكموا على نفسكم اذا تمرنته وهذا التمرين الأقل في الثيار في السبوع سيكون جيدا ونفعل هذا الريل ونفعل هذا الريل لا تحسون أنه في مجال زيادة تدريد تحتون رب ثاني ونفعل هذا الريل ونفعل هذا الريل نحن نفهم نحن نفهم 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 ووه نحن نفهم ثانية نفهم وقدم اليمين أصابع وقدم اليمين تقديم الوصول ومتجم تقديم ونسأل 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 تحسون أنه يتعقب تدرون أن تكون بلوك وترتاحون بلوك ثاني هنا ونفهم تحسون تنفس عميق هنا يريدكم تستخون بهذه الوضعية على أساس تريحون الفخذ من وراء على أساس أنه يعطيكم مجال أن تفجج العضلة سوف يأس تبالا تحسين تحسين التحسين جميلة انهيلي الاخر ونقعد على الماء هذه ميضة او حزام او شان او اي شيء تستخدم هنا ونزده على مهرنا ونقعد 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 اذا تحسون ان في وارب تستطيع ان تثنونها بس شوية ثانية تكون خفيفة و بسيطة بس اذا ما تحسون في عوارب و كل شيء بخير دزل الكم بلا وراء وسحبوا الريل صبكم نقعد هنا نقعد دزل الوماس دزل الريل ديضا واحد دنينة تلاثة أربعة خمسة أوس إن غير ستة سبعة تمام да ليصرفكم نفسك لو يسعر فيني الرأي الرأي الملمين نسوي الرأي اللي يسعر فيني آمد نسحب مرة ثانية لتحسون أنه فيه ألم بالركب تنوها شوية ثانية خفيفة وبسيطة سهوري لصوبكم إنه فيه أسرحت كما أعطي إذا أعطيب فاوة ثانية خفيفة أماكن منزل على السمين انت بالكيد هذه المرات ثانية خفيفة والتحسين فانيب يبضي أماماً او اللي ما عنده بلوكات مرة ثانية نستخدم كتب ونحطهم تحت لنا تحميلات على البلوكس متى الريل على يمين لجدة تتأكد ان الطوز ليس تقنقين يعني الريل لا تكون تكون تفلات لا تتسجدها فترتفع القدم وتواجه هذا الصوب بعدين هذه الريل مثنية يعني تروحون صوب اليمين تتززون نفسكم لي تحت خمس مرات لي تحت ويبوش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5 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 6 6 6 9 9 9 10 9 10 11 12 12 13 14 14 15 20 14 15 15 15 15 15 15 16 19 21 21 هل تشعر أن هذه الحركة تزهلة و لا تشعر الفخد من الأسفل تفعوا و اخذوا بلوك اخذوا واحد بلوك و اخرى مرة ثانية تذكر أنه من البطن السفلي اللي يفتح اخذوا بلوك اخذوا بلوك اخذوا بلوك مرحبا انهي انهي اخذوا بلوك تأخذوا بلوك و اخذوا بلوك و بس اخذوا بلوك و بس اتمنى ان تفرسوا هذا الترايلي و التفاكتس 3 ديز و ستكونوا ستكونوا بفرق وايلا كبير و اخذوا بلوك الرياضيين اللي يسون سايكلين حتى حق اللي يركضون هذا جيد اللي يكون كرة بعد اخذوا الرياضيين اللي يستخدمون ريولهم لديهم هذي المطغة من الفخد اللي امه الكوات والهامسترين هذي المطغة من يبسها فدو ذس و ترى كيف حق الرياضات الثانية راح تتغير مو بس حق رياضتكم ولا حق اليوغا ولا حق الفلكسبلتي اتمنى